هذا ورأى مراقبون أنه بالرغم من قراري الانسحاب والتجميد إلا أن الصدر يخرج عن صمته بين الحين والآخر ليبث الرعب في قلوب خصومه السياسيين وأكد المراقبون أن تسجيل الصوتي الأخير للصدر بمثابة عودة لمخاطبة أتباعه ورسم تحركاتهم الجديدة إلى جانب كشف حقيقة أصحاب القضية وداعميهم من قبل الفصائل أو ما يطلق عليها الميليشيات الوقحة وهذه رسالة مفادها بأن خصومه في الإطار هم وراء إثارة ملف أصحاب القضية وأضافوا أن مواقف الصدر المختلفة بعد الانسحاب تؤشر لتحركات في الحنانة قد تعيد سيار الصدر بقوة للعملية السياسية لقلب الطاولة على الجميع بالمستقبل القريب